الى طريق مزدود وصلت الاوضاع في لبنان حيث لا مفر امام الطبقة السياسية من الاستجابة لمطالب الشارع المنطفض اول المتنحين كما كان متوقعا هو سعد الحريري الذي وضع استقالته بين يدي رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد تمسك الاخير وحزب الله المتحالف معه بالحكومة الحالية وبوزير خارجيتها جبران باصيل ورفضه تشكيل حكومة التكنقراط من المستقلين كما كان يرغب الحريري وصلت لطريق مزدود وصلت لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الازمة انا طالع على اسر بعبدة لتقديم استئالة الحكومة لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون وللشعب اللبناني بكل المناطق تجاوبا مع ارادة كثير من اللبنانيين يلي نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير كلمة الحريري المقتضبة تركت الابواب مفتوحة دون وضع النقاط على الحروف حول المشكلة الرئيسة في لبنان وهو النظام السياسي الطائفي الذي يتهمه المتظاهرون بنهب ثروات البلاد شعبيا يبدو ان صقف المطالب لا حدود له فقد طالب المتظاهرون برحيل عون احد اجنحة التسوية السياسية مع حزب الله التي اوصلت البلاد الى هذه الازمة الاقتصادية عم اتضيعوا وقتكم وعم اتتعبوا حالكم وعم اتتعبوا البلد وعم اتضيعوا وقت البلد وهذا توئيد خاطئ والعهد ما فيكم اتصعطوا من جانبه يبدو ان لحزب الله كلام اخر حيث بدأ استخدام وايديه الذين لطال ملوح بهم لكسر التظاهرات فقاموا بحرق خيام المعتصمين والاعتداء عليهم لكن تدخل الجيش اللبناني اعاد الامور للتهديئة نسبيا هذا الاعتداء من حزب الله على المتظاهرين يثير المخاوف ما اذا كانت الامور بدأت تسير في لبنان على ذات منح العنف والدم الذي وجهت ايران اليه ميليشياتها في العراق كما جرى في كربلاء بالامس لا سيما ان الحريري حذر من حريق وانهيار يقترب اليه لبنان مجلة فورين بوليسي من جانبها توقعت ان ما يجري في لبنان ينبئ بخسائر مهولة ستلحق بايران وحسن نصر الله اذ لا يتمسك الاخير بحكومة سعد الحريري عن عبث بل يريدها ان تبقى لانها اخر حكومة محاصصة في لبنان له نفوذ كبير عليها وبالرجوع الى استقالة الحريري يؤكد المتظاهرون انها نقطة مهمة تضاف الى رصيد التظاهرات التي تمضي كما يظهر الى تحقيق اهدافها باسقاط كل الطبقة السياسية ولن تستثني منها احدا اشتركوا في القناة